يا صديقي، يا من تشتاق إلى زوجة ثانية تزوج، لا تحرم نفسك من متع الحياة، أنت لن تحيا في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، فطالما أنك تعلم أن الدنيا فانية، فتوكل على الله وتزوج الثانية، وإذا كنت ناوياً وعازماً على هذا الموضوع فلا تتردد، فالتردد مقبرة الفرص. فلا سبيل لإقناع المرأة بالزوجة الثانية حتى ولو كانت صحابية، هناك من النساء من تتمنى لزوجها أن يموت ولا يتزوج عليها، دخل رجل على زوجته وقال لها إن الأمير أمر أن يتزوج كل رجل على زوجته بزوجة ثانية، ومن لم يتزوج بزوجة ثانية فسوف تقطع رقبته. فنظرت إليه نظرة فاحصة مدققة معبرة وقالت له يا حبيبي هنيئاً لك الشهادة. لماذا إذا تحدثنا عن موضوع تعدد الزوجات نتهم بأننا خرابين للبيوت، ونتهم بأننا همجيين وشهوانيين، أليس هذا مطلب شرعي؟ لماذا نضع رؤوسنا في الطراب كالنعام؟ كفانا أيها الشيوخ من مجاملة النساء؟ نحن نتحدث عن غريزة موجودة في الذكور والإناث، هل ننكر ما ركب الله فينا؟ وإنما ننكر ما يفضي إلى الفاحشة والحرام؟ ما جاء الناس، وما امتلأت الدنيا بالبشر إلا من خلال هذا الموضوع، خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً. استطاع أعداء الإسلام أن يقنعونا أن الزواج الثاني خيانة للزوجة الأولى، لماذا أيها المصريون فكرة ثقافة الزوجة الواحدة سيطرت علينا جميعاً؟ أنا لا أدري لماذا يرفض المجتمع موضوع تعدد الزوجات، التعدد من شرع الله أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من فوق سبع سماوات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما اثنى، وثلاث، وربع، هذا قرآن، رضي من رضي وسخط من سخط، ودين الله أحب إلي من أي أحد، وكلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً، فيا حبيبي الذي أباح التعدد هو الله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المرأة، وخلق فيها الغيرة، ومع ذلك أباح للرجل أن يعدد عليها، فيا حبيبي إذا كنت تميل إلى النساء فتزوج، زين للناس حب الشهوات من النساء، وإن الرجل الذي لا يميل إلى النساء ناقص في رجولته، مشكوك في فحولته، متهم في غريزته، ضعيف في إرادته، والنساء كالبحر، كلما شربت منه ازددت عطشاً، فنحن مع تعدد الزوجات، ولسنا مع تعدد العشقات، لماذا أيتها الزوجة الأولى تنظرين إلى الزوجة الثانية على أنها إنسانة متطفلة، وتنظرين إليها على أنها إنسانة سرقت زوجاً من زوجته وأباً من أطفاله وبيته، مما يدفعها إلى الإنسحاب، وطلب الطلاق أو الشعور بالخزي بسبب موافقتها على الزواج من إنسان متزوج، المرأة تحارب التعدد بطبيعتها البشرية، لكن عندما تكون هي أو ابنتها أرملة أو مطلقة، ستارى التعدد الحل الأمثل لإصلاح المجتمع، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عددوا، عدد الصحابة كما قال الإمام أبو زرعة الرازي مية واربعتاشر ألف صحابي، هل تعلم أنه لا يوجد صحابي واحد اكتفى بزوجة واحدة؟ من الصحابة من تزوج باثنتين، ومن الصحابة من تزوج بثلاث، ومن الصحابة من تزوج بأربع، وأنا لا أعلم بيتاً في بيوت الصحابة كان فيهم رأة واحدة، زيادة على ذلك الصحابة كان عندهم الجواري، وكذلك كان عندهم زواج المتعة، وزواج المتعة في بداية الإسلام كان جائزاً، ثم بعد ذلك صار حراماً، ثلاثة أشياء كانت متاحة بالنسبة للصحابة، تعدد الزوجات والجواري، وزواج المتعة، وجاء في التوراة في كتاب بني إسرائيل أن داود عليه السلام تزوج بألف امرأة، وجاء في صحيح البخاري أن سليمان عليه السلام تزوج بمئة امرأة، والحسن بن علي، سيد شباب أهل الجنة، تزوج أكثر من سبعين امرأة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول للناس لا تزوجوا الحسن، فإنه مزواج مطلق، قالوا والله لنزوجنه نريد شرفكم أهل البيت، وفي دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تزوج أكثر من ستين امرأة، أنا لا أدعوك إلى الزواج من ستين امرأة أو سبعين امرأة، بل أنا أدعوك إلى الزواج من زوجة ثانية فقط، يعني أنت في هذا الزمان حياتك كلها تكتفي بزوجة واحدة، أنت مظلوم، زوجتك من طول العشرة أصبحت تنظر إليها وكأنها أختك، الزوجة الزكية العبقرية هي التي تسعى لإسعاد زوجها، لماذا تحرميه من الحلال؟ يقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أنه يوجد في مصر 13 مليون عانس فوق سن الثلاثين، محرومات من نعمة الزواج، البيوت مملوئة بالبنات، ولذلك بعض الآباء والأمهات لا ينامون الليل من شدة الحزن على بناتهم التي تجاوزن سن الثلاثين، فيا أيها المتزوج بزوجة واحدة، أدخل الفرحة والسعادة على هذه البيوت الحزينة، بالله عليكم هل من العدل أن تتمتع بعض النساء مع الأزواج، وتبقى الأغلبية محرومات من الرجال، أنا أريد من كل امرأة متزوجة أن تتخيل نفسها مكان المرأة المحرومة، لتعرف مدى المعاناة التي تعانيها تلك المرأة المحرومة، النساء العوانس كان الله في عونهن، الفتن تلاحقهم من كل مكان، عفوهم بالحلال، احفظوا المجتمع من الرذيلة، والله العظيم المفروض أي رجل متزوج بزوجتين نضرب له تعظيم سلام، وله منا كامل الاحترام، والمتزوج بزوجة واحدة كان الله في عونه، يعني هناك من الأزواج من يقدم الهدايا والقرابين لزوجته حتى ترضى عنه بالليل، وهناك بعض الأزواج من يدخل مع زوجته في مشاجرات وخلافات حتى يقضي حاجته في الحلال الطاهر، يريد أن يلبي نداء الجسد، وهي ترفض بحجة أنها متعبة طوال اليوم من الأولاد ومن الوقوف في المطبخ، وهناك من الأزواج، من الرجال، من يلجأ إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، متزوج، ويشاهد الأفلام الإباحية، متزوج، ويشاهد مقاطع الرقص، غزة الإباحية مخادعكم معشر المسلمين، بالله عليكم هل هذا كلام؟ يا حبيبي إذا كنت تميل إلى النساء، وعندك القدرة، وكنت صاحب شخصية قوية، وتملك المال والسكن فتزوج، ولا تعرض نفسك لغضب الله عليه، والله العظيم يا إخوة، امرأة واحدة لا تكفي، ولو كانت جميلة الجميلات، لكن حتى أكون منصفاً في كلام،